اختيار مش مطمئن خالص ابراهيم نور الدين انا بصراحة بشوف ان هو اختيار خطأ خالص اختيار كارثة من اتحاد الكورة انا يا جماعة عشان اختار اهلي وزمالك لازم يبقى حكام اجانب انا اولا لازم انا شايف ان لازم الحكم كان يبقى اجنبي ده ماطش اهلي وزمالك وماطش فايصل روحت الحكام مصريين عندك قايمة حكمة كاس الامم الافريقية عندك امين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ازاي حكم الساحة ما يبقاش فيه يعني ازاي اجيب حكم بيعتزل يحكم اهلي وزمالك لازم اجيب حكم عايز ينجح عايز اللي هو يثبت نفسه محمود عشور على الفار ازاي مش موجود احسن حكم حكم نهاية كود دفار ونيجيريا كاس الامم الافريقية احسن حكم في مصر على الفار محمود عشور هل عشان فيه مشكلة ما بينه وما بين بريرا بريرا اللي هو رئيس لجنة الحكام ماجيبوش هل ده كلام يا جماعة ازاي محمود عشور مش موجود على الفار انت عامل النهاردة هو عامل حكمين على الفار يعني هو جايب عاطف حسين ومحمود أبو الرجال مساعد يعني هو اصلا محمود أبو الرجال ده مفروض كان يبقى حكم مساعد يعني انت عندك اثنين حكام مساعدين الاختيار نفسه اختيار مش موفق تماما واختيار مش مطمئن بصراحة نتمنى التوفيليهم والمباراة تخرج لبر الامان بشكر حضرتك وشكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا كابتن عاد شكر يا كابتن كورسان ومتطيب والف مبروك للجميع الحمد لله ألف مبروك بشكر حضرتك يا دكتور سابت شرفتنا ونورتنا شكر لحضرتك والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير ومجلس الإدارة ودائما يا رب ان شاء الله في انتصارات وان شاء الله نفرح يوم الاتنين بإذن الله بإذن الله بشكر حضرتك